وشدد السيسي على أن مصر هي قلب الأمة العربية لافتا إلى أن سقوطها يعني سقوط الأمة بأكملها ما تحقق خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا رغم الألم والتمن والجرح اللي احنا أصبنا به لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كانتمنه الأمان والسلام لأهلك يا مصر ومش باس مصر والله 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 لو سقطت مصر نضاعت الأمة كلها أنا بقسم بالله أنا بقسم بالله وده مش عشان أنا مصري ده مش عشان أنا مصري يا جماعة لازم الكلام ده يبقى واضح عندكم وعندكم قناعة به احنا مئة مليون احنا القلب قلب الأمة ولمزيد من التفاصيل حول ندوة التطقيفية والكثير من الفتاة الإنسانية وأيضا الرسائل القوية لما أطلق عليهم سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخوارج العصر بالإرهابيين معنا على الهواء مباشرة سيدة اللواء محمد شهوي المستشار بكلية القادة والأركان أهلا بك معنا سيدة اللواء بداية قراءتك لهذا المشهد الذي فيه كم كبير من الإنسانيات وأيضا فيه كم كبير من الرسائل أيضا أهلا بك إفندي مؤسسة المشاهدين اليوم وفي الندوة التطقيفية بمركز المنارة للقوات المسلحة ده كانت هناك رسائل عديدة بيرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بيرسلها أهالي هؤلاء الشهداء اللي احنا أساسا يعني لم نتمالك دموعنا وأنا متأكد أن كل الشعب المصري لم يتمالك دموعه عند مشاهدته لأطفال الشهداء الأبطال اللي التاريخ بيقول لو لا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت مصر أن تدافع وتحمي كل ذر ترام من أرضها وتصد أعدائها النهاردة اليوم بيجسد تكسيدا للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحل بها الشهداء شفنا أرواح الشهداء اليوم ترفرف على هذا المؤتمر في هذه الندوة التطقيفية واستمدين القوة من أمهات الشهداء وزوجاتهم أنا بقول أن الشهداء دولة الذين يدافعون ويحمون الأمن القومي المصري هم على رأس مصر ولولا دماءهم الغالية اللي هي بيرو بها دماء هذا الوطن ليس من اليوم ولكن في حرب أكتوبر 73 وقبل ذلك في كل الحروب بل وأيضا في كل الدول العربية في حرب 48 كان الشهيد المقدم أحمد عبد العزيز وفي حرب اليمن وفي حرب تحرير الكوين ثم الحروب كل الحروب التي دخلتها مصر لولا الشهداء ما كانت مصر آمنة مستقرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول ثمن هذه الشهادة هو بقاء مصر قوية مستقرة الثمن الذي دفعوها هؤلاء الشهداء هو حتى لا نكون مثل دول ولم يسميها بالاسم وكلنا نعرفها في المنطقة تفتتت وتضمر جيوشها وشوفنا أن أهلها لاجئين لمدة سبع سنوات وبقول كيف يعانون إحنا مصر الحمد لله بفضل جيشها وبفضل شرطتها وبفضل شهدائها الآن مصر قوية قادرة تقوم بتنفيذ العملية سيناء 2018 تقضي على الكثير من الإرهاب والإرهابيين الرئيس كرم أبطال يحاربون الآن في سيناء نيابة عن زملائهم كرم بعض منهم وأيضا كرم أهالي الشهداء ويعني تجول مع أبنائهم وقال لهم أنتم في أعين مصر وفي أعين القوات المسلحة وفي أعين الدولة المصرية أنا عاوز أقول رسائل كثيرة بتقول إن مصر قوية قادرة مصر في العملية الشاملة سيناء 2018 سوف تقضي على الإرهاب خلال هذا العام إن شاء الله والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى رسالة لأطفال الشهداء بأنهم وأهالي الشهداء سنصلي سويا هذا العيد بعد أن يتم تحرير سيناء من الإرهاب والإرهابيين أنا شايف كانت أم شهيد بتقول إن إحنا مش عاوزين ضم دم أولادنا يضيع هضر ولازم من حق الشهداء علينا أيام ستة وعشرين وسبعة وعشرين وتمانية وعشرين فالانتخابات الرئاسية أن يكون هناك حجد كبير حتى بعد الانتخاب لابد أن نقف جميعا في اللجان الانتخابية يعني دم الشهداء ما يسويش يعني فترة قصيرة في أمام اللجان الانتخابية لازم إن إحنا نحافظ على دماء شهدائنا بمظهر للعالم كله مدى تمسك الشعب المصر العظيم ومصر التي هي محروصة وأمنة إن شاء الله نعم طيب سيادة اللواء يعني الرئيسة في آخر فعالية في هذا الاحتفال أو في هذه الندوة التثقفية كرم أبطال العملية الشاملة سيناء 2018 سيادة اللواء كيف تقرأ نتائج هذه العملية حتى اللحظة وما تم التوصل إليه من كم كبير في الحقيقة من أسلحة ودخائر ومفرقعات ويعني أسلحة ثقيلة وغيرها وكم أيضا كبير من الإرهابيين متواجدين على أرض مصر ما هي قراءتك لنتيجة هذه العملية حتى الآن طبعا القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة في العملية الشاملة سيناء 2018 لقينا أن هناك مقتل أكثر من 110 من الإرهابيين التكفريين والقبض على الكثير منهم أننا نقتل هؤلاء الإرهابيين دليل أننا توصلنا إليهم رسمنا خريطة إلى أماكن تجمعاتهم وعرفنا هم فيهم بالزبط واستطعنا أن نقوم بقتلهم طبعا هم ليسوا موجودين فوق الأرض ولكن موجودين ومختبئين في أوكار وجحور مثل الفئران وعلشان كده القوات المسلحة كان لها في السابق خطة تسمى خطة صيد الفئران لأنهم مثل الحشرات وهؤلاء الجماعات الإرهابية أيضا القوات الجوية والقوات البحرية والمدفعية استطاعت أن تقوم القوات الجوية والمدفعية بالقضاء على الكثير من أوكار هؤلاء الإرهابيين وكانت هناك ملاجئ مجهبة هندسيا تم تدمير هذه الملاجئ استطاع أفراد المهانسين العسكريين أكثر من خمسمائة عبوة ناسفة أن يتم اكتشافها وتبجرها بواسطة أجهزة حديثة تقوم باستخدامها القوات المسلحة حتى الحرب الإلكترونية سلاح مهم جدا استطاع أن يقطع جميع الاتصالات بين الإرهابيين وبين من يقومون بمساندتهم في الداخل والخارج حتى الاستغافات التي يطلقوها تم قطعها على من يقومون بدعمهم كل ذلك في إطار منظومة عسكرية تسمى معركة الأسلحة المشتركة الحديثة قوات البحرية استطاعت أن تسايدر على السواحل وتمنع الدعم اللوجيستي لهؤلاء الإرهابيين بل أيضا استطاعت قواتنا البحرية أن تحمي مصالحنا في البحر المتوسط ومن خلال حقل ظهر واستطاعت أن ترسل رسائل شهية اللاجة لدول تريد أن تتحرش وتريد أن تمسوا بالأمن القوم المصري ومسالح الاقتصادية في الوقت اللي كانت العملية الشاملة سيناء يتم وتدور رحاها على أرض سيناء وفي كل الاتجاهات الاستراتيجية كانت هناك منورة عسكرية مع دولة ذات مركب ثقل عسكري كبير وهي فرنسا في البحر الأحمر من خلال منورة بحرية أنا عاوز أقول لحضرتك دولة عندها أسطول جنوبي في البحر الأحمر وأسطول شمالي في البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية في منطقة الحمام لتأمين الحدود الغربية ومركز قيادة لقوات شرق القناة افتتحوا الرئيس الأسبوع الماضي ومرتديا الملابس العسكرية علشان يعطي رسالة وأن الإرادة السياسية جاهزة للقضاء على الإرهاب وتعمد أن يذكر رقم وهو عمق هذا المركز تحت الأرض وقال 27 متر أي عمارة عمقها 7 أدوار كل ذلك عشان يقول أن احنا في سيناء ومركز قيادتنا في سيناء لا تستطيع حتى القنابل الألف رط أن تؤثر عليه كل ذلك بيدينا ثقة في جيشنا جيشنا اللي هو الجيش العاشر على مستوى العالم قواتنا البحرية في المستوى السادس لكن المفاجأة أن القوات المضرعة المصرية في المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد روسيا تظهر القوة المضرعة المصرية هي الثالثة على مستوى العالم نحن عايزين نقول للشعب المصري قوتك المسلحة لها عقيدة هي النصر أو الشهادة ولها شعار يد تبني ويد تحمل السلاح بتبني بالإشراف على شركات قوت مسلحة عندها الشركات لكن تشرف على الشركات العامة والخاصة لأن هناك إدارة هناك خطط هناك إشراف هناك متابعة وعلشان كده بنلاقي مصر خلال الأربع سنوات الماضية استطاعت أن تعمل في 11 ألف مشروع خلال أربع سنوات أربع سنوات بمعنى أن مشروع كل تلات أيام كل يوم هناك ثلاث مشروعات بتتكلف 2.3 تريليون جنيه هذه هي قواتنا المسلحة وهذا هو اليوم الذي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أسر الشهداء الشهداء الذين جادوا بأرواحهم لصالح حماية هذا الوطن مش عاوزين نضيع يعني دماؤهم هضرا إن احنا نتواجد ونتماسك ونكون قوة واحدة الرئيس قال أن مصر هي قلب الأمة العربية مدام القلب ينبض الأمة العربية كلها تعيش وتنبض وعلشان كده إن احنا لابد إن في الانتخابات الرئاسية وده قالتها زوجة أو أم شهيد قالت ما تضيعوش دماء أبنائنا لابد أن الجميع ينزلوا بكفافة وحجد أمام المقر واللجان الانتخابية التي تتصل إلى 11 ألف لجنة وهناك من باكر هناك الانتخابات في الخارج من خلال 139 لجنة في 124 دولة عاوز أقول مصر قوية مصر قادرة وإن شاء الله مصر دائما في الأمام أيضا في هذه الندوة التثقفية أشار والد شهيد في الحقيقة إلى فكرة عبقرية الشعب المصري وهنا يجب أن نتوقف بالإضافة والسياق ما ذكرته فيما يتعلق به هناك تفرات كثيرة حدثت في الأربع سنوات الفائتة على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي الداخلي أو حتى السياسي الخارجي وبالتالي أسألك سيادة اللواء فيما يتعلق بالعالم الخارجي كيف ينظر لنا في مصر 2018 مع هذه العملية الشاملة سيناء 2018 يد تحمل أسلاح ويد تبني كيف يتعاطى العالم مع هذه الحالة المصرية العبقرية إذا جاز الوصف وكما وصفها أحد المشاركين في هذه الندوة التثقفية والله أنا شايف أن هناك بعض دول في الغرب لا تتعاطى مع الموقف المصري بما يستحب ولها معايير مزدوجة تطلق على الإرهابيين مسلحين أو متمردين أو صراع داخلي معين كل ذلك الذي يحدث في مصر هو مكافحة والقضاء على الإرهاب هذا الإرهاب مصري بتحارب نيابة عن العالم بتحقق نجاحات كبيرة ده بيقول أن بعض وسائل الإعلام العالمية لها معايير مزدوجة في التعاطي مع ما تقوم به مصر الآن من الحرب ضد الإرهاب لكن يجب على المجتمع الدول كله أن يتكاتف ضد هذه الجماعات الظلامية التي تريد تهديد الإنسانية كلها مصر ليس مصر فقط ولكن بالله إن الإرهاب بيضرب أطنابه في كثير من الدول لكن الفرق أن الإرهاب في الدول الغربية وأمريكا يختلف عن الإرهاب في مصر الإرهاب في الدول الغربية ليس وراءه دول ولكن في مصر هنا بنلاقي أن دول وأطراق من خلال أطراف إقليمية ودولية وجهزة استخبارات بتقوم بتريدوا ألعب باستقرار مصر ومصر بتحارب المنتخب الدولي للإرهاب بلغة كرة القدم لأن من تم القاء القبض عليهم هناك أفراد من جنسيات مختلفة هناك أسلحة تم ضبطها سواريخ سواريخ جراد وكورنيت وتو وأسلحة أر بي جي يعني سلاح دول أسلحة وتسلح دول تم ضبطه في سيناء دليل أن وراء هذه الجماعات الإرهابية دول أيضا تم تدمير ما يزيد عن 1300 عربة دفع رباعي كانت تريد التسلل من ليبيا إلى مصر محملة بالأسلحة والذخائر ولكن القوات الجوية استطاعت أن تدمر 1300 عربة دفع رباعي خلال سنتين طبعا العربات جاية منين؟ جاية ومن الذي مولها؟ ومن أين أتت؟ لابد أن العالم يتكاتف ويعرف أن هناك دول بطرع الإرهاب والوقوف في وجهها ومن هذه الدول هي دويلة تسمى قطر أنفقت 65 مليار جنيه على تدعيم وتسليح وتدريب هؤلاء الإرهابيين ولكن عندما تم المقاطعة وتم المقاطعة العربية لقطر لقينا أن بدأ يتم تكفيف منابع التمويل في مصر وفي كثير من الدول وعلشان كده لقينا أن الإرهاب بيتجي إلى زراعة المواد المخدرة واستطاعت قواتنا في العملية الشاملة سيناء 2018 أن تقضي وتدمر على أكثر من 160 مزروعة بالمواد المخدرة وأيضا ضبط كثير من الأطنان من الحشيش بل أن الكوات البحرية من خلال حق الزيارة والتفتيش في البحر المتوسط استطاعت أن تضبط سفينة هذه السفينة بها كثير حوالي خمسة من مادة جوهر الحشيش ومعنى كلمة جوهر الحشيش يعني يقدر يعمل منه ويصنع كثير من هذه المادة المخدرة الذين يريدون أن يعبثوا من خلالها برؤوس شبابنا هذا الشباب الذي هو في سن التجنيد والشباب الذي يريد أن يلتحق بالكليات العسكرية ليكون شباب مصر والرسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم الشهداء نادى على مين على طلبة كليات عسكرية وكليات ضباط من الكليات الحربية وباقي الكليات وكليات الشرطة أن يقوموا أيضا بتكريم أهالي الشهداء صحيح هذه لفتة أيضا مهمة سيادة اللواء لفتة أيضا أعتقد أنها في غاية من الأهمية عندما احتضن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطفلين في مشهد فيه الكثير من الحنو الأبوة القوة أيضا وغرس معاني كثيرة يمكن في لحظات قليلة لكنها تساوي الكثير وتعني الكثير ولها الكثير من الدلائل يعني كيف قرأت هذا المشهد وكيف تفاعلت معه والله هذا المشهد أدمى قلبي على وجه الخصوص ويمكن أنا بكلم حضرتك دلوقتي يعني هناك مشاعر فياضة وجياشة يعني بس أنا أتماسك أمام مشاهدينك الكرام المشهد ده بيقول أن هؤلاء الأطفال الذين هم أبناء بطل وسألهم ماذا تريد أن تكون وقال أريد أن أصبح بطلا وقال للطفلة في عمر الظهور ماذا تريدين وأجابت بأنها تريد أن تكون دكتورة ضابطة أي بطلة أيضا شوف الشباب شوف الأطفال فما بالك بالشباب بتاعنا شبابنا ده اللي يريدوا أن يلتحق بالكليات العسكرية مئات الآلاف يريدوا أن يلتحقوا مع أن العدد الذي يلتحق بيكون يعني يدوب مئات فقط علشان كده منقول الشباب المصري شباب وطني هذا الشباب الذي يقود الآن حرب تطهير الإرهاب من سيناء في العملية الشاملة سيناء 2018 والشباب الذين يقومون بتنفيذ المشروعات العملاقة في مصر وأنفاق قناة السويس هم أبناء شباب قاموا بدور كبير جدا في حرب أكتوبر 73 وستطاعوا أنهم يحرروا سيناء من الاحتلال الإسرائيلي ويعبروا القناة في ست ساعات يهزموا إسرائيل في ست أيام يهدموا نظرية الأمن القومي يكسروا ذراحة طولة أنهم مثلا في قواتها الجوية ده الشباب العظيم هم آباء الشباب اليوم وعلشان كده نتطمن على شبابنا الرئيس هناك بالأمس أصدر قرار بإنشاء صندوق لتكريم يعني ضحايا الإرهاب الشهداء من الشرطة ومن الجيش ومن المدنيين دي يعني أقل ما يمكن عمله لأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض مصر الغالية اللي احنا مستعدين ان احنا نحميها كلنا والرئيس عبد الفتاح السيسي هناك رسالة أخرى عندما قال مستعد أن يلبس الأفارول ويقاتل بجوار أبنائه من الضباط والجنود وضباط الصف وشوفنا والد شهيد وهو مدير في التربع والتعليم وطلب من الرئيس أنه يستقيل من التربع والتعليم ويصبح جندي هو ده اللي بيدينا القوة والأمل في بكرة مصر حضرتك تستحق الكثير مصر هذا المكان الذي صاغته الجغرافيا وسجله التاريخ وسطرته سواعد أبنائها ودماء شهدائها اللي الرئيس اليوم كان يكرم أهليهم وأبنائهم بنقول ان احنا دائما في داء مصر وتحيا مصر صحيح سيادة اللوى يعني أخيرا مع حضرتك دائما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على أن الخطر مستمر ما زالت الأخطار يعني تحاك بالدولة المصرية والنجاحات التي وصلت إليها الدولة المصرية في الداخل على الأسعادة كافة هي محطة أنظار من يريد لمصر من أهل الشر كما دائما يذكرهم بأن هذه الدولة لا يراد لها الخير بأي حال من الأحوال وبالتالي هذه أيضا أعتقد فيها رسالة على أنه هذه الدولة يجب أن تكون على أهبة الاستعداد بجيشها بشرطتها بأيضا شعبها دائما يكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الخطر كيف تقرأ هذه الرسالة المستمرة المتواصلة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا راحة يعني لا راحة يعني قدر هذا الشعب بأنه لا راحة لا يهدأ بأن يحاك له الشر من كل الجهات لأن مصر حضرتك هي رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط عندما تستقر مصر تستقر المنطقة ضع الدول الغربية وأمريكا لا تريد الاستقرار تريد أن تكون دول مفتتة دول ضعيفة إحنا 22 دولة عربية يراد لها أن تكون 44 دولة يعني مصر يراد لها أن تكون خمس دول مصر تفتت ليبيا ثلاثة سوريا ثلاثة العراق ثلاثة السعودية خمسة ويراد لذلك طب إحنا عارفين كل هذه التحديات والتهديدات يبقى لابد أن احنا كلنا نتكاتف كلنا نكون إيد وحدة لأن عندما يكون الشعب متحد ما فيش أي قوة تقدر تقفر عليه وخاصة أن مصر بتقود خمس حروف في وقت واحد حرب الإرهاب التي تدور الآن ثم أيضا هناك حرب اقتصادية من دول ضد مصر حتى لا تقوم وتأخذ مكانتها وريادتها ثم هناك الحرب النفسية والشائعات ثم الحرب الطائفية اللي هما ما قدروش إن هما يقدروا فيها لأن مصر نسيج واحد هذا النسيج الواحد يعني عاوز أقول لحضرتك إن في حرب اكتوبر 73 كان الشهيد العميد شفيق متر سدراك هو قائد اللوائد ثالث مشامي كانيك في حرب اكتوبر مسيحي وروا بدمائه الطاهرة في أوائل حرب اكتوبر بدمه هذه الأرض الشريفة وكان الفريق وكان العميد فؤاد عزيز غالي مسيحي كان له دور كبير في قياة أحد التشكيلات وكان شعاره الله أكبر والجنود وراءه أنا شايف أن مصر نسيج واحد هناك الحرب الأخيرة وهي حرب المخدرات إزاي إن هذه الجماعات الإرهابية هناك ارتباط ما بين المخدرات وما بين الإرهاب لأنه بيقوموا بتمويل عملياتهم من خلال هذه الزراعات المخدرة وعاوز أقول أيضا أن مصر الآن في هذا التوقيت استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة جدا في حربها ضد الإرهاب وإحنا الحمد لله رب العالمين أنه عندنا رئيس بدرجة إنسان وعندنا إنسان بدرجة رئيس جمهورية مصر العربية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح طب سيات اللواء يعني فكرة محاربة الفكر بالفكرة وحضرتك ذكرت في سياق حديثك مسألة الحرب النفسية والحرب الفكرية وهي من الحروب الجيل الرابع اللي في الحياة من الأهمية بمكان أننا نفهمها أكتر أنه يكون فيه تركيز على هذا النوع من الحرب الحروب النفسية الحروب الفكرية وبالتالي كيف للدولة المصرية بأجهزتها بمؤسساتها المختلفة أن تعمل على هذا الشق بالتحديد ما الفكرة التي يمكن من خلالها تضافر مؤسسات ومنظمات وحتى منظمات المجتمع المدني تدخل أيضا في هذه المسألة للتصدي لهذه الأفكار الشادة للتصدي لأفكار الخراب على المجتمع المصري كيف يمكن أن نصل لفكرة يمكن أن نتوحد عليها وتصبح مثلا مشروعا فكريا كبيرا للتصدي لهذه الأفكار الإرهابية ما فكرتك ما قراءتك لهذا الطرح أنا قراءتي ظهرت اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثناء الفنان محمد فؤاد وهو بيغن أغنيته بعد انتهاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 2013 الشعب طلب إن احنا نوقف جنب هذا الشعب والإعلاميين تكاتفوا وقالوا عايزين الجيش مع الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص طب انتوا دوركم فين دلوقتي الإعلام دي رسالة أن الإعلام له دور كبير في مجابهة الحرب وحروب الجيل الرابع والحروب النفسية الحروب الجيل الرابع دي حضرتك هي ضمر نفسك بنفسك من خلال بعض أفراد غير وطنيين بيستطوع أن يقوم وينهكوا الدولة بأفعال في ظاهرها المنادى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإحنا كلنا مع الثلاث حاجات دي لكن في الأساس هي خطط ممنهجة من خلال وسائل استخباراتية لتدمير هذا البلد وزعزعة استقراره كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والتعليم والإعلام له دور كلنا مشتركون في محاربة الفكر لأن العمليات العسكرية حضرتك بتقضي على الإرهابيين لكن الذي يقضي على الإرهاب هو محاربة الفكر والتنمية وعلشان كده كانت التنمية في سيناء تم رصد 275 مليار جنيه لتنفيذ التنمية في سيناء لأن التنمية هي الأمن القومي أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد عبدالله الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك ومشاهدين